تدول رواد بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة خبر فرار مجموعة من الطلبة المغربة للعاصمة البريطانية لندن وذلك بعد قضائهم لرحلة مدرسية منظمة من طرف أحد الجمعيات المتواجدة بمدينة قلميم وردت الجمعية المنظمة للرحلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة على إطر ما تدولته بعض الصفحات الفيسبوكية وبعض المواقع الإخبارية حول عدم عودة بعض التنميذ من رحلة لندن نخبركم أننا ليس لدينا بهم أي صلة وأوضحت الجمعية في تدوينتها أن جميع التنميذ المشاركين في الرحلة المدرسية عادوا لأرض الوطن بدون أي مشاكل وأضافت الجمعية نحتفظ لأنفسنا بحق اللجوء إلى القضاء وذلك إنصافا لنا من هجمة تقديلية لاستهدفتنا والتشهير بأسمنا وبأطرنا المدرسية ترجمة نانسي قنقر